رغبت أم زيد سعدى بزيارة أهلها وهم من طي وطي أخلي مذحج سكن بين نجد والحيرة فهيأ لها حارثة الراحلة والمتاع وخرج يودع زوجته وولده الصغير زيد ودعهما ودموعه تسيل وقف طويلا في مكانه حتى غاب عن بصره أحس حارثة كأن قلبه لم يعد في مكانه كأنه رحل مع الراحلين خرجت القافلة من صعدة وصلت أم زيد إلى أهلها وذات يوم فوجأ الحي بعصابة تغير عليهم وتنزل الهزيمة بهم اختطفوا زيدا مع بعض أقرانه عادت سعدى إلى زوجها أخبرته الخبر جن جنونه زيد أول شخص يتم خطفه وهو من قبيلة كلب العتيدة ومن سلالة حمير بن سبأ ملوك اليمن والعرب فشد الرحال يحدوه الشوق إلى ولده يبحث عنه يصعد الجبل ويهبط الوادي لكن دون جدوى فأخذ ينشد ويقول بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي يرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل إلى أن قال وهو يؤكد أنه إذا مات ولم يعثر عليه سيوصي بالبحث عنه فقال سأوصي به قيسا وعمرا كليهما وأوصي يزيدا ثم من بعده جبل مرت الأيام والشهور ولم يعثر عليه حجأ ناس من قبيلة زيد إلى مكة فجأة وجدوا زيدا عرفوه وعرفهم فرحوا به أخبروه بشدة شوق والده ولوعته عليه وأنه ما فتأ يبحث عنه فأخبرهم بقصته وأنه بيع في سوق مكة واشتراه حكيم بن حزام بن خويلد أهداه لعمته خديجة وهي وهبته لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح مولا لمحمد صلى الله عليه وسلم والذي يعامله خير معامله ويرعاه ويعطف عليه أكرم عطف قال لهم أخبروا أبي أني هنا مع أكرم والد عاد الكلبيون إلى منطقتهم بنواحي صعدة وأخبروا أباه بنبأ زيد شد أبوه حارثة وعمه كعب رحالهما إلى مكة أخذوا معهم مالا جزيلا لفدائه واستعادته فلما وصل مكة سأل عن بيت محمد صلى الله عليه وسلم ثم سار إليه فلما دخل عليه قال له يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ولدنا فمن علينا وأحسن في فدائه فقال محمد صلى الله عليه وسلم من هو؟ من تقصدون؟ قالوا زيداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا خيرا من ذلك؟ يعني أنا عندي فكرة خير من قضية الفداء والمال فقال ما هي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم أدعو زيدا فأخيره إن اختاركم فهو لكم بغير فداء لا أريد ما لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء فقال قد أنصفتنا وأحسنت